ايه ده؟ هروب اتنين من المستشفى المجانين الدولي مساء عامس هرب المدعو بلحة والمدعو اخوه طمرة بلحة وطمرة؟ هربوا من انوا نخلة دول بس اني بس لما نسمع عن خبر اقولي يا راني هذا وفور هروبهما انطلقت قواتنا التمرجية فورا للبحث عنهم في اوقار المجانين هذا وتنوي يا جماعة يا جماعة اتفو اتفو الراديو ده ايه ايه ازعت راني الكبرى ساعة صبحية معقولة وبعدين في مجانين بيهرب والمجانين ما يعرفوش يعني ايه هروب اصلا خصى عليك يا عادل ما تقولش كده عالمجانين الناس دول 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 بري انتليجنت متصورش ايه بعدين بيهيشوف ملكوت بتاعهم كده يجننوا مامي العالم النفسي المشهور الملحمي ابراهيم ملوخية كتب في بحثه الاحير بحثه ايه بقى كتب فحلته مدام ملوخية ويا ترى بقى مين الاشرف عالبحث ده؟ الدكتورة مونة عامر استنى بس يا عادل قريلي يا رانيا الملاحيز دول هربوا فقان يا منطقة في منطقة الجيزة وده وحيها يعني على فكرة قريبين قوي جدا مننا ايه قريبين قوي مننا ده؟ انا ومجنون يرضى يعيش معانا هنا في عشي المجانين ده لازم يبقى مجنون على رأيك والله يا سناء معقولة يعني هيخرج من عمبر مجانين يجين اهو على عمبر المجانين الكبير قملت قول نجل وشد حيلا شد حيلاك لحد حيلا ما تقطع قطع روحين الله يقطع حيلا ومشيك المشكلة انه هم كانوا ماشيين بظهرهم وعشان كده ما شفناش وشوهم يا عم ما تقناقش انا شفتهم هم مداخلين في الشارع اللي في لقاهم قعد كنا حبيتين كده انا شربناش وقتين شاي وبعد انه قمنا ماشت المنطقة لو ما سكنهم اخدنا المكافئة هتبقى لوز 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 اهو الله ايه بقى عايزة انا انا مشيق انا مشيق انت جايبني انه قول ايه ما كنا شربنا الهباب الشاي ده هناك وخلاص لا بقى التماثيل بتقع تبصيلي في الكوباة اللي انا باشربه مبيع سدوك يا انا ايه هدول بقى امشي يا لها شاربينا اربع كوباة قبل كده انت هتضربني اعد ولا ايه امشي يا لها امشي يا لها اه اه احشي Robbie او ها اوعا 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 هاي ihren انتو نو سده سده اها هي اه اه اوا سده اه why ايه انتو بقيت سده ايه اكtoire او cadرميوا ادن باقى ومرستاني بيتقال رمي وبعدين اه ال LA رامزي دلوقتي التمثال بتاع اله الكاراتي عند القدماء اليابانيين ريحت وحشة يا لأ انت ما بتحمموش ولا ايه؟ لا لو سمحت بقى يا دولا ما تفتحش الموضوع ده اني معي علشان ما نخسرش بعض يا دولا يا لأ انا بهد النفوس يا لأ عايز يعني اصبط العلاقة اللي بينك وبين التمثال لاني ده تمثال شارس ده عنيف يا لأ ده ممكن ياخدك مقصك هت هيجيبك على الارض شقلاتك لا يا دولا ده يعمل كام ده مع التماثيل اللي عرف في اللي جانبه لكن انا لأ ده انا واخد بقى ده انا واخد الشراب الاسود في الكاراتين اه يعني كام ده ما بيمشيش معاك انت اه يعمل ده مع التماثيل التانية اهم حاجة بقى الشراب اللي انت خدته بقى استيك ولا من غير لا يا دولا هم ان شاء الله وعدوني لما اخسر البطولة اللي جاية هيدوني بقى الاستيك بقول لك ايه شكلنا هنقبض المكافأ وهتساء ساء الحمد لله جنر حد عندنا والليلا هيصة دولا حبيبي لو سمحت يعني انا عايز استشيرك في فعل امر صغير قد كده خش على ناحو خش انا كنت عايز يعني افصل بين التماثيل الولاد والتماثيل البنات عندنا في البزارة علشان ما عودش بقى مسحصح لهم انا بقى وسكت يا واد بس يا بيت يعني انت عايز تبقى نايم على طول ما تصحصحش خالص يعني الله دول مسافرين خالص قطعين تذكرة ذهب وعودة لمستشفى العباسية بقول لك ايه انا هما نغيشهم لحد انت متجهز الامصار بساكرة يا اساد زه انا رأيك يا ابو عندي ثلاث تماثيل حطيتهم في النيش بصرف عليهم دم قلبي والله يا استاذي انتوا تعملوا رفين رف فوق للولاد ورف التالي لتحتين للبنات اه لو رف البنات تحت اوكي ماشي عشان الولاد لو تحتهم هيقضوا يبص على رجل التماثيل للبنات لا ما يصحش لا طبعا صح يا دولة صح وبعدين كل تمثالة تنام بقى في الكارتونة بتاعتها بقى علشان ما نعودش بقى الزرواتها اه ايوة صح 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 طب مش يلا بينا بقى يا كتاكيد ايه ايه على فيد؟ على البيت طبعا طروح هشوفوا زبايلكو في عمبر ستة واحشكوش جلسات الكهربا هناك ك...كهربت ايه 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 film احنا جايبلكوا مولد هاتفا قالتوا عالي مولد الكهربا ايه عشان تلك الهابوا يقلكوا عشان تلك الهابواكوا هأ다고 wake up حتكير مو اخاري عمبر ستة الله دولة ايه المكان اللي احنا دخلنا فيه ده يا دولة ده مستشفى المجنين ايه ده ياه انا حاسس يا دولة ان صدري نجرح عايزه بقى ينجرح اكتر؟ اه يا دولة شم مواس يا لا اه ارس يا حضري خرط يا حضري اهربت يا حضري ايه اهو ده يالا مشجع اهلاوي وحصله كده اول ما لقى الحضري ساب وسابله دهب ده 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 Mer جاوب هتكسب دهب دهب من غير ما تتعب دهب دهب قصلي السؤال بجني دهب ده 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 الله يا دولة دولة الاستاذ صادق علامة لا يالا ده ليصدق علام him اسمه طارق علام ده بيطلع ورا بق على طول يالا يعود يشاول الكاميرا كده هو واي حد يفوس بجنيه ده هبيروح يبوس ويسرق منه الجنيه يرجع له طريق علام تاني افهم ياله اعزائي المشاهدين معانا احد الشباب في الشارع اهلا ازايك انا الحمد لله كويس يا سيز هو بيكلمك انت؟ بيكلم كتفي مشاكل هون عندي كتفي ازاي؟ فيلم آي سكرين في دليم كان كوباية ولا باسكوتة صراحة يعني انا مشتغلتش في الفيلم من اوله عشان كان صح مني طب انا هسألك سؤال سهل شوية عشان السؤال لازم يبقى سهل عشان الجنية قدهولك عشان ما يضيعش مني فيلم المواطن مصري رقم بطاقته القومية كان كام ها رقم بطاقته القومية صراحة دع منه في الحرب في 73 وهو معرفش يطلع رقم بديل يعني عشان بريقراطية لا 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 تعال انت اقصير غلط؟ لا غلط طبعا تعال انت اقصير انا هسألك سؤال قصير مين؟ اكيد هو مفيش غيره دي عمى صحيحة الله 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 اتخاطى لسيت الا اقول لي معاك فاكت خمسة جنيه دهب اه شفت بقى شغل المصر مش هاديك الجنيه على طول بيقول لك خمسة بيعجزك يا لاب لا لا ملكش دعوة اخرج انت برا نعم انا حبيت ايش دعوة اه يا عم انا حاسس بقلفة بينهم يا عم ايش امان اول وفك هو حضرتك ممكن ان اروح افك جميع الكوشك اللي هو على اخر الشرع لاнокرف better go ايه هتفك دهب روح منك اله ذب واضح سرعه اقولك افك مان عند ابو حاديدة انهو ده اهو ماشحا اسلام عليكم السلام عليكم هو حضرتك ده صامت؟ لا ده متكلم عايز ايه؟ اه صح ده متكلم اه اه ما ده متكلم يقبض اكتر طبعا اه اه لو سمحت استاذ ابو حديدة الاقي مع حضرتك فكت خمسة جنيه دهب لا سيبك من دي ايه رأيك لما سيحلك دوت واعملك منه جناهات صغيرة جناهات حديد تسيحها تبتسيحها ازاي يعني حضرتك؟ يا بني اه دم انا عندي مصنع حديد هناك تحت بير السلم هنا اهو هنا اهو اتا مش هاي في البضاعة دي كلها ادي ايه؟ اه اتفرج عليها بقى لما تسيح هطلع بيها عمرتين بحلهم عمرتين؟ ايه يا دولة ده بيقولك هتطلع عمرتين يلا ما تصدقش هاي حاجة دول مجانين اه بقولك ايه؟ مدام هتطلع عمرتين ما تشوف لنا شقة عندك كده لو سمح؟ والله عندي اوضة شقة وطرقة عاملة مليون الا نص اوضة شقة وطرقة اه 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 طب بقولك ايه يعني دي متهالي سعرها كده عالي قوي يعني الاسعار في المنطقة دي ما تقلش عن تلك تربع مليون الا ربع يعني الحديد غلي الحديد غيل الحديد ولع ولع يما الحديد ولع ولع يما اه ده الحديد فعلا غلي جدا احنا اسفين جدا ما كناش نعرف احنا مش عايشين يعني ومنعرفش ان الحديد ولع يعني ولع يما ايوة احنا بردك كنا منعرفش الا ان الأرض بس هي اللي فيها حديد اه لا ده بالعكس يعني عندك مثلا السبانك فيها حديد الحديد ولع ولع يما على فكرة دولة الطماطم كمان فيها حديد اه الحديد احمر احمر يما الطماطم فعلا فيها حديد يعني هرجنان طب متشكرين جدا يا أستاذ أبو حديدة، متشكرين جدا دول انا ارتاحت للراجل ده يلا خلي بالك يلا، كل اللي هنا دول مكانيه ايه؟ محرفتي يا صدقاء، محرفتي يا صدقاء واجبة الكهربة جاهزة انا الاول انا الاول انا الكابتن والشارع مش كل شواء انا الاول انا لبسى الكهرب بقى امص يدك من فضلك ايديني وصلة إيه ده إيه ده إيه إيه؟ إيه هادول هادول بيتخنوا على الكهربة؟ أيوا يا ابني عشان الكهربة غلط والحديد ولع ولع يا الله! الحديد ولع! ولع يا الله! الحديد ولع! ولع يا الله! هنه الكهرب! هنه الكهرب! لا! كده عادة تلت النهار ولسه مظهروش! الطبيه في البازار شوفهيه فين؟ كلمتوا أكتر من مر ما حدش بيرد علي! يمكن المده هو اللسم ورامزي كسر البضاعة! فعادل راح يجيب غيرها نافر أفر عادل مش كده خالص عادل رومانسي ما بتحموش المادة على الإطلاق يمكن عند مراته الثانية يا ماما هاو دير يوسي ساتشا سينج زي تقولي حاجة زي كده هتتقيت على لساناتك يا رب أولاً أنا يمكن تكون لبنتي الضرة ها أنا بنتي الزوجة الأولانية والأخلانانية يا جماعة أنا قلبي متواغوش وأنا قلبي لما يتواغوش يبقى ابني في خطر شوف يا حمادسي أخشى ما أخشى إن يكون حصلوا حادث قليم عصيب جريمة أو ربما تكون أو ربما يكون قاعد مع صاحبه بيشيش أو مع صاحباته بيشيش ومش معبارك أسطر يا رب أسطر طبعاً هنفضل كده أعدنانين مش بنعمل أي حاجة ما ننزل ندور عليه يعني نعمل إيه نحطه على النت ونحط جوجل ونحط عادل ونعمل سرش لأ أنا حنزلها دور على العادل هندور عليه في الحرات وفي الشوارع وفي النجوع يا جماعة عادل ضعفي شارع السكوت كويس قوي نزلوا كده كلكم ربطة المعلم الزوج دوروا على عادل واسبوا لي البيت بقى أستجم وقعد فيه برحتي ولما تلاقوه موبايلات يا سلوم وانتي فاجرة إن إحنا هننزل ومش هنرجع تاني نا يا حبابتي نا إحنا هننزل وحيرجع معنا عادل وحنجيبه وإحنا منتصرينين ليه بتدوري على عادل ناصر الدين يا شيخ انت قلبه بحجر ولا إيه ده أخوكي أخوكي ما يا ماما انتم أخوك وتعبان قوي قطعة الوقت وده عهمنا يلا قوموا وشدوا حلكوا قوموا يلا المرة هاتي سكينهم المطبخ وغزي بيها ساعة الحق لا انا هغزي بيها عنايناتك يخ تكسيبيه منها تعالي نحن غير هدومنا يلا يلا وأثناء ما احنا بنلعب بيلي قامت بقى في بيليا قامت انتشقلبت كدهون ووقعت بقى في الترعة ها ها يا حسن يا شحاية يا معلم خلي الشبكة بتاعتي تتكلم البس يا نجو والسؤال دلوقتي يا عزيزي المشاهدين البليا كانت بتعرف طعوم ولا لا؟ اكيد طبعا كانت بتعرف طعوم يعني بدليل ان البليا كله بيعوم بس دي كسفت حضرتك لانها مش عايزة تلبس المايوبة زي ما دولة حبيبي كده قلب الزبط انا بقى امت مقطع الجلابية بتاعت رجالة شاعم مراجل امت مقطع الجلابية كدهان وامت ناضط في الترعة ورا البليا علشان انقذها وانت شاهم طبعا انقصتها وعرضت عليها الجواز بعد محبتها واشتردت عليها ما تلعبش مع بقية البلي في الشارع صح؟ لو سمحت لو سمحت اعدولة بص ما تقطعنيش كل شوية وانا بتكلم مع اصحابي حبيبي وبافتح قلبي ليهم انت مش بتفتح قلبك انت بتفتح درج البلي يا ابني سيبه لو سمحت ابو الكباتن سيبه سيب القائد اتكلم قول يا حسن يا شحطة يا معلم انا اسف جدا اتفضل يا استاذ يا معلم يا قائد يا نهر بيض انا أصلي من المعارضة يعني بقى انا رامزي مش قادر عليه يا ربي تبعت لي منه شوية اجزاء وفجأة كل البهايم بقى والحمير أموا معترضين اه اه ايوان اعترضوا زيكم كدا بالضبط طال قل ايه علشان احنا بنعمل دي شاقوا احنا بنلعب كورة لا اوه من một وممكن برضو الكورة غاية في الازاز ك Geneva يعنيت كسر وبالطبعا انا بقى ما سكتش بقى ولا زقى ولا بتاع بس برضو هم بقى رخموا بقى وقاعدوا يرش حلينا مية وقاموا شايلين توب العرضة بتاعت اللجوان لجوان ارقص يا حضري يا حضري يا حضري يا حضري يعني بعد اذنكو يعقلين يعني بعد اذنكو مدام كده كده يعني عندنا المواهب ما شاء الله الاستاذ عسام العضري والاستاذ طارق علام والاستاذ ابو حديدة والاستاذ رمزي هتلر القائد الكبير ايه رأيكم نستغل الوقت ده ونلعب ماتش كورة لو كسبنا نطف النور والنام اتفقنا ماشي يا دولة بس في يعني افرد ان شاء الله ان شاء الله خسرنا لو خسرنا مش هيبقالنا نفسي نحتفل فهنطف النور وعنام برضو ماشي يا دولة ماشي يلا بينا يلا بينا يلا بينا لو ما جتيش جون هرجعك سول عبور فعلا اه وده هشطع السكين ولا ايه دي؟ عادي يا دولة عادي هنخلي الجون بتاعه على شكل تلاجة اه صح ونخلي العالي اللي وقفين وورا الجون اول ما شوط يلمهم ام البزر بقى اه صح يا دولة بقولك يا دولة ايه رأيك ما نستنى شوية كده اوان يمكن البطيخة تسقع وبعدين بقى علشان يبقى ليه طعم اه ده احنا لسه هنستنى على ما البطيخة تسقع احنا عيزين للعب رياضة ونحل بالمرة ماشا دول خلاص يبقى تدوني وقت اسياح لكم حيطة الحديدة دي وابنلكم بيها عارضة انت الحديدة دي محيارات من الاول انت مش لسه باني بيها عمرتين شكلك كده بتغش في المونة لا اوعى يا ابو حديدة اوعى تغش في المونة بتاعت اللجوان بعد كده ها علشان الحاضري ما يقعش عليه المعارضة حاضر حاضر يا قائد حاضر يا سلام علي حنية أهل البكة معالي خايف انت اوعى الحاضر يا درامز لا يا دول انا خايف على البطيقة الاحسن عارضة تقع عليها تتكسر ما نعرفش نلعب كورة يد كده كده هنلعب كورة يا لعرف ليه ليه يا دول عشان كل اللي هنا دول مجانين والحدي دولا يا اتثار يا اتثار طول أسعى 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 وعندك اتنين شاي مع قاوة زيادة وحلبة حاصة يا عمي احنا مندور على واحد اسمه عادل عادل سعيد مصري أصيل عادل سعيد يمثبت العقلة في الراس والورقة في الكراس يا ابني فيه ايه أنا أمه فيه ايه خرج منها لابس القميس يا سلامت أبمه طبيعي يبقى لابسها القميس لأن أنا اللي كيوز تبحى قبل ما ينزل يبقى الموضوع في حريم بقى وانت اللي مسلمات يا ابني أنا اللي غسلاله القميس والله ويهون عليك دماكي يوه أنا بقى بقى حماته أنا اللي حتاله الزرارات في اليقاتس بتاعته يبقى أنتوا بقى منامارين من يوم ما اشترتوه القميس في فترة الأوكازيون لا 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 الحقيقة مش إحنا لمشتريوه القميس بصراحة سنة أخته هي اللي دفع يتم واشترته له أخته يا جامعة ده انتوا عيلة لحمه دمه ولماغزة المنكير ما يطلعش متدوفر عموما يعني هو موجود الله ومحفظنا رب وحفظ حلمنا في المستشفى الملستان التخصصي ايه بدول ايه مستشفى جننتوا ايه ده جننتوا ايه قلتولوا هات 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 لا مرابطولوا هات هات ايه دولوا راية وراشت ايه يلا 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 عزي المشاهدين باقي من الزمن ثمان ساعات متواصلة وما زالت ضربات الجزاء التشكيعية هي سيدة الموقف جاهز جاهز عدولة يلا حاضري أعيزك تصدق ابوك يلا هم دول انا خايف اشوتها تطلع قرأة ياد البلن ده على السكين ياد انت بس سمي وان شاء الله تبقى حمرة يا رمزي يا رب يا رب ساهلالي زي ما ساهلتها لسعيد عبدالغان في ماتش هولندا والبرازيل يا رب ماتش هولندا والبرازيل ومصر كانت بتعمل ايه ساعتها كانت هي الجمهور شوت بقى نفسي اهز الشبكة بقى نفسي اهز الشبكة بقى شبكة وبطيخ نفسك في حاجة تانية قبل ما تشوت ماشي يا دولا هشوت أهو شوت أهو ما تشوت يا للا فاخرصة متجننين ماشي يدولا هشوت أهو هشوت اهو جيتكم فاول فاول على السرير طردوا له ده السريدة السريدة تلعهولي بره تلعهولي بره هادي هالوا بقى المراضي بقى يا دولة بقى ده مهما كان برضو سرير محترف لا معلش السرير ده مش اول مرة يعملها قبل كده وقع المولار على الاثناشر رعيد طلعه السرير بقى يا دولة بقى يا دولة بقى هقول نبقى دولة دولة هاتلي بقى هاتلي قاوت ولا جورنل ولا اي حاجة جورنل؟ ما انا لسه منديك افصايد من شوية يالا هاجبلك منين؟ هاجبلك منين؟ طب بص يا دولة هاديني حتى بلنتين بلنتين الا الدهولة كالا ما انا كنت جاب معاي شوية بلنتيات بس عشان مارش تطول بلنتيات اللي عندي خلص تعمل ايه؟ ده بص حتى السفارة شحناه خلص يالا اه يا دولة اتريني عملت السفار اللي وانا مش سامع يا دولة خالص طب بقول لك ايه ما تستلف من الهينزمان الهينزمان هاخد منه ولا ايه ولا ايه يعني ده راجل غلبان وانت ما تجوش غير على الغلابة ده الراجل لسه هيجيب مسحوق غسيل ويغسل العلم اللي بيحطه في الكورنر ده وينشوره عشان النهائي بكرة يالا ايه ده هو بكرة جيه دولة؟ ما ليه جيه مبارح يالا جاهزين الحديد والنا وانا انا وانتلكم انا وانتلكم انا وانتلكم انا وانتلكم يا دكتور يا دكتور ايه ده ايه الحالة جاهزين يا بروفيسير بروفيسير براح ارجوك زوجي عادل بيكامل قواه العقلية طب قول ماتش اللي جوه ده هنشوفه خلص ولا هنقضيها الهدف زهبي ماتش يا دكتور انا عايزة اقول لها لك حاجة ان عادل ده شاب كله ريادي وما بيشتبش انت هجير وعمره مدخن بص بقى يا دكتور بص يا دكتور لو انتو حاجزينه عشان الفلوس انا مستعدة ادفع الحساب بص ارجوك وارجوك وارجوك وتخرجوه هتخرجوه بعد من نظاف له ويده عشان عنده التهاب في الاذن الوسطى مفوتة على الاخر شوف يا دكتور انا لا انكر انه احيانا عادل كان بيصاب بحالات ذهنية متفردة بس على فكرة ده مكانش شيء سابطة كان بيجيله كده لما يجيله اكتئاب لكن لو نظرنا لكتاب البروفيسور العظيم ابراهيم ملوخية حلاقي انه تعدد الزهن ده بيحصل في الحالات اللي هي بتبقى فيها كده بس احنا من قدرش نعرف حاجة قبل المندوق ونغرف ابراهيم ملوخية اقولتيلي على كده بس يا دكتور بس يا دكتور لو انت عايز تكون ملوخية انا مستعدة اعملك ملوخية في دقيقة وتكون صابعك وراها بس ارجوك 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 اطلق صراحي بنيك يا حضرة الزابط ابوز ايدك يا حضرة الزابط بريق والله بريق مع عملك يا حضرة الزابط مين؟ زابط مين؟ انتوا اللي عايزين تتظبطوا انتوا اخر مرة كهربته امت؟ انا 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 اعرف انا اعرف انا انا كهربت سنة الفين يعني في غدون من الفين لالفين وواحد كنت بعمل العصير لابنتي ياسمين فيه المطبخ وكان اللي هو اللي بيعمل العصير ده راح مفوت فاروحت الأسعة بقى وانت يا حاجة انا بقى هقولك انا بقى الكهربت لما كنت بتصنت عالتليفون بس ربنا عمل فيا كده عشان يبقى في حكمة عشان يقولي ما تتصنتيش تاني عيب 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 طبعا والاخت ام الالوان المتعددة انا بقى كنت قادة باخد بان السلاي كده في الشمس وبعدين انا نفسي هفتني على الفشار رحت رايحة لشان اجيبي الفشار وبامسك الفشار كده لقيت كهربا 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 قدي قدي تاني كده بقيت كده دكتور طب اقولكم ايه اقولك hemos الى حاجة قول قول اعني كالت كانتِبي ا выгляд emotionally هبي لقاب swirl انا انا جايبين جهاز كهربت بيب بالاطس اله يلا بينا عشان الكهربت يلا Lil oil يلا ده خطأ مقصود او مش مقصود انا مش واثق. تعتذر ايه حضرتك? حضرتك يعني ده انا اتمرمطت جوا ده فيه واحد اسمه ابو حديدة ضربني بالحديدة على كتفي من ساعتها بص مش عارف احرك ايدي خالص. كداب كداب اه حضرتك ابو حديدة دوان انسان نبيل وشاهم وزريف والله وبدأ من السفر لغات لما بسم الله ما شاء الله وصل لغات لما بقى على الحديدة. مع الحديدة يعني تحت السفر يا غبي كده هنتحبس تاني كده هيدخلونا بجوا تاني مع مهمة غني انا نفس اتخل جوا من تشرف نبيكم اتفضلوا انتم دول و اعزناكم حنبعت نجيبكم سيبو لي تليفوناتكم. اه اوي اوي هاد費 اتفضل تليفونا اتفضل 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 انا تعالى صراعيك يا امي acheو الله وٰه برأكات موسيقى موسيقى ايوة جاي ولا بدوا ايه ايوة يا باشا انا باشرب اتنين لا تلاتة يا باشا جري هاتم عليها اجري بس كده عناية ايه ده ازاك يا برحاب اه الف سلام عليك مارك ازاك يا عادل ايه اللي حصل لك يا برحاب بقولك يا عادل متعرفيني سكة عيارة الطيبية ليه عايزهم يضربوك تاني ولا ايه وانا مش هشيل حق يعني مش هشيل حق ولازم نزل اتخانق تاني ايوة بس يعني ابرحاب متهالي استنى لغاية تما تخفي شوية عشان ما تنزل تتخانق وتتضرب يعني تتضرب على ميا بيضا اه انا اه ابرحاب علي سنة وروح يتعمل كده فيا ويحصل لده ايه اللي حصلك بس ابرحاب اه اح يا ابو راباب أه أبو رابابا خوك؟ ناكوه أبو رابابا هو اللي عمل فيك كده؟ لو كان موجود ما كانش ده حصل مات تتباقي في حياتك حياتك الباقي والله أنا ما عرفش أنا لو كنت أعرف كنت جيت على الزيت يعني وهو كان عيان ولا إيه؟ صحيته كان الزيت بوم شاب في سنك كده وعنده بنت سنها من سن بنتك كاسمين وكان أحد في أمان الله مع أم واخته ومراته وحماته واخت ومراته وهب طبما طب أستأذن أنا بقى أبو رابابا تستأذن إيه؟ أنا ما كملت لكش أصلي بعد أساب ورثة كبير أبو الورثة ده كل واحد ديه قرش فيه قاعد يعض في كله وفي الآخر جهه أبو إهاب عض في الكل أبو إهاب عض في الكل طب وأنت عملت إيه؟ ما يرحب مشكتش عضت في إهاب وإهاب مشكتش أه عض في المرحاب أنا بقى مشكتش أنا راف آه وأنت برضو عضت فيه بس عضت إيه؟ أنت واضح أن إنت اللي خدت عض ما نحقتش تحد بقى بقى أنا ما كانش عض أنا كن قصدي كله الظلط وخلاص كنا هنصلح ونبقى كويسين جاءت أم الحاب عضت أم راباب الدنيا والععد راح تجابي تأخوها أبو خالد عض فينا كلنا إيه العلاء اللي تسعر دي؟ عادل دولة 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 حبيبي عادل عادل دولة أنت مستجل لي يا دولة رامزي رامزي سيبني دلوقت خالص عشان عمالة أفكر في موضوع كبير طب حسق إنه كبير بقى يا دولة فممكن يسعن أنا وأنت يا ابن أنا بفكر في موضوع كبير مش فقودة نوم تسعن إحنا الاتنين سيبني يا رامزي لو سمحت طب خلي بالك بقى يا دولة لأن انت بتتصرف ساعات غلط والغلط دوان ممكن يقلب بأخطاء ولا يا رامزي ابعد عني الساعات يعني انت لا بتفكر ولا عايز تسيبني فكر طب دولة أنا يعني كنت عايز حاجة منك يعني بس ياريت تبقى بيني وبينك سر سر؟ انت عندك أسرار يا رامزي قولي يا ابن قولي أي سر انت عايزه سرك في بير أنا ابن عمك كنت محتاج منك ألف جنيس ألف ولا كأنس مات حاجة سير رق في بير ما تقلقكش ألف جنيه إيه اللي انت عايزه ماذا صايا؟ تعمل بيهم إيه الألف جنيه؟ يا دولة أنا بقى عايز أعمل عمليه في عنايا علشان أشوف بيها من غير النضارة دي آآ يعني انت متداق من النضارة؟ انت بتشوفك وايز من النضارة؟ آآ طيب عايز تغير ليه النضارة يا ابني بطل طمع بقى يا رامزي بطل طمع يعني يا دولة يعني هو الإنسان هياخد إيه يعني في دنيته دي ولا هيسيب وراء إيه يعني؟ يا رامزي انت مسيت الوطر يا ابني أكيد من غير ما تقصد فعلا الإنسان هياخد معا إيه؟ رامزي عايز أسألك سؤال مهم جدا وفكر قبل ما ترد على طول يعني دلوقتي لو انت مثلا جيت يوم الصبح كده هو صحيت من النوم لقيتني بعد الشر يعني إن شاء الله انت لقيتني موت بعد الشر عليك يا دولة انت لو موتت أنا مش هصحى يا سلام يا سلام أصيلي هذا يا رامزي طبعا مش هتصحى من الزعل علي طبعا لا يا دولة لأن انت اللي بتقعد تصحيني كل يوم علشان البزار والزفت ده البزار والزفت البزار والزفت ماشا يا رامزي طيب يعني عموماً صحيت ما انت مش معقولة هتفضل متهبب نايم يعني طول عمرك أكيد هتتهبب تصحى صحيت تفتكر بقى في البيت عندي هيكون شعورهم ايه ياوخ دي يا عم عندك أول حاجة يا دولة رانيا امراتك هتفرح علشان هي هتنام لوحدة على السرير علشان انت نومك كله طرفيس وسناقها هتقوم ترضى بقى امك وتخليها تنام عند رانيا علشان أمك نومها كله طرفيس نوم امي كمان كله طرفيس ماشي! ماشي! أنا مش عايز اتكلم معك! مش عايز اتكلم معك رمزي خلاص! ليه يا دولة لأن كلامك كله ترفيس بعد عنا يا رمزي طب دولة انت ما سألتنيش يا عم بقى أمك يعني بعد الشر لما انت تموت هي هتعمل ايه؟ ما انت خلاص قسمتها يا ابني أمي هتنام في السرير اللي وحدها لا يا دولة أمك بقى هتطمع في السريرين وهتقوم ضمهم على بعض وهتتجوز السد الكبير هدين هتقوم تجوزها وتشرط بقى البت ياسمين وتطرد رانيا امراتك دي يعني رانيا هتقوم جاية هنا في البزار وتقوم ترداني برا بس انا يا معلم مش هسكت لها ما تزعلش يا دولة لا ازعل ما انا بعد ما موت اكيد دا مش هتبقى امراتي يعني عادي بالزابط هقوم بقى جايب رانيا دي من شعرها كده في البزار وبنتك زي ياسمين دي كده من شعرها وا دعوا برا وهقوم بقى جايب امي بقى هنا هو انتقعد مكانك في البزار يا دولة طيب وانت هتعمل ايه؟ انا عادي يا دولة زي ما انا انضى في البزار امي تهزقني يعني الشر اللي انت حملته دا كله عشان تفضل زي ما انت مرمتون في البزار كده يخرب بيتك يا دولة يا دولة القناعة كنز لا ينفذ لا ينفذ انا اللي غلطاني اللي بفتح اي موضيع معاك يا انهار اضياط زي كالرمزي لاه بال بيفكر بالشكل ده وما للمصايب اللي عندي في البيت بقى هيعمله ايه عشان الورث ده؟ دولة انا عندي فكيرة اقولها لك؟ لا ما تقولش عناية حاضرة يا دولة اتوصى بيهم قبل بعد الشر ما تموت اتوصى بيهم اعمل لهم ايه انا زل لهم سلطات زيادة اعني؟ يا عم بقى افهم بقى اه انا قاسف انا غابي انا قاسف اتفضل بحضرتك فهمني ايه يا قطولة؟ اتوصى ديا يا دولة يعني اكتب لهم يعني قبل ما تموت الله يرحمك يعني يعني كل واحدة هي هتاخد ايه؟ خرب بيتك اه قصدك الوصية الوصية ايه يا عم بقى؟ الوصية ديا المسلسل كان بيجي في التلفزيون هدول ابتاقى احمد عبدالعزيز واختو كبير اللي ابن عبدالعزيز ايوا صح دول اخوات بقى محمود عبدالعزيز ولاد الحج عبدالعزيز يا جماعة انا جماعكم النهاردة عشان اقولكم ان الاعمار بيد الله يا سلام ومن ام تعرفت المعلومة دي؟ انا قصد يعني اقول ان محدش دامن يعيش لبكرة يا بيبي ما تقدرش تقول كده لان المعادلة الرياضية بتقول ان العمر الافتراضي للانسان يتناسب او لا يتناسب جزئيا او غير جزئيا مع حالته النفسية ايوا بس الرياضة عمرها ما بتطور العمر المهم يا حبيبي انك دميرك الحي يبقى صحي على طول وتحط راسك على المخدة وتنام على طول ايه ما المشكلة بقى فنام على طول دي يا ان الموت طبعا علينا حق يعني ده وضع طبيعي وده اللي انا عايز اقولهلكو يعني بعد الشر علينا كلنا ليه بتجيب الصيرة دي يا ابني بس؟ يا ماما ده واقع لازم الواحد يبقى عارف والانسان يتعامل معاه ببساطة يعني الكلام ده موجه ليك يا ماجيدة الحي بقى يلا قومي كفر عن بعض من زنوبك يا انت عايزيها تقوم تعمل ايه يعني؟ تمد قيتها في شغل البيت شوية ايه تمد قيتها في شغل البيت وزنوب تتجننتي فوقك ولا ايه؟ انا الحمد لله حياتي كلها حلوة وكمان الصفحة بتاعتي بيدي ما فيهاش نقطة سودة ولا خدشة واحدة ليه اخر مرة رشتي امتى؟ يا جماعة ارحموني بقى يا اخوانا حرم عليكو في ايه قطر من الموت يخليكو ما تتخنقوش مع بعض بس بقى تسكتو خلو رجل يعني في تكلف على الله ايه عبد ده؟ شايف يا ماما عاملة فيها مؤدبة وده الراجل فويس خليه انا فيه يتكلم مؤكد عايزة منه مصلحة يا باي يا باي عليكي وعلي ارحمي نفسك وفي السوسة اللي عملة كل فلسانك ده مش معقول مالكيش زعوة بنت هي بتتكلم صح خلص انا بقى مش اي الحاجة وانتو الخسرانين خسرانين ليه يا عدل هو انت كنت حتقول حاجة فيها مصلحة يعني حاجة كويسة؟ طب ايه ده كده اقول تحب عملك شاي؟ انا اللي عاملة نفسي مؤدبة ولا السوسة اللي عملة تتحلب وتتسحلب علشان اكيد عايزة في مصلحتها حاجة اه خلصتوا ولا لسه حد عنده شتيمة للتاني انا مستعد يعني استنى بس اما حاجة محدش قطيعني حد عنده حاجة استنى يا مقى اوكي دي يا واحدة انت كلبة وقليلة الادب ومش متربية ومش هنقطع طب استنى بس استنى علي بس ما يخلق هتشوفها هتفضل يا عدل محدش هيقطعك يا جماعة انا قرر تقسم سروتي قبل ما موت ليه وانت حاسنى حتجيلك سروة قبل ما تموت؟ انت بقى بالذات بقى سناء مش مدخلك في الحزبة بتاعت السروة تقسيم ايه وزفت ايه؟ ربنا يديك الصحة وطلطل عمر يا حبيبي يا مام الاعمار بيادي الله وده واقع يعني فالواحد عايز يزبك كل حاجة عشان محصلش بينكم مشاكل حبيبي قلبي احنا كلنا هنا بنحبه بعض وما نقداش نستغنى عن بعض امد وعمرنا عمرنا يا عادل ما حنعض ببعض انا متأكد يا سناء ان انتوا هتعض ببعض اذا كنت انتوا بتعض ببعض وانتوا محلكوش اللضة امال بقى لما يبقى عندكم بزار والشقة دي هتعملوا ايه؟ اكيد هتعضوا هتعضوا يعني لا لا يا عادل كل الحاجات دي ما تسويش اي حاجة جنب الحب اللي بيننا اللامور هو ده بقى الكنز الحقيقي اللامور ايه بس يا حماتي؟ يعني ايه ياريت تمسي حكاة الافلام الفرنساوي دي بانوراما فرنسية اللي بيجواها في التلفزيون لغوها خلاص عايدل بلاش تتكلم في الموضوع ده ده فالوحش خالص انا دخل قطي وانا زعلانة منه ها وانا يا ابني بشتغل وباصف على نفسي ومش محتاجة حد هاخد منك ايه انت يا مقاشفر يا خوفي منك انت بالذاتة سناء لان انت بقى في العد عارفك زمان ما كنتش بتسيب حقك بقولك ايه سيبني روح انام انا اللي حامسك طبور الصباح الصبح في المدرسة وانت عملتك يا عمي سيبني انام طبسك طبور الصباح ايه عيني ده العيال مش هيروحها اكيد بقولك ايه عادل انا زعلانة منك جدا عشان الكلام اللي انت بتقوله ده مزعلنا كلنا بصراحة اه وانا كمان لان الحاجات اللي انت بتتكلم فيها دي مفيش حد فينا بيفكر فيها خالص عادل ام اه عادل ام عادل انا ليا الشقة ودي مش عنانة مني ولا حاجة اطلاقا انت عارف يا بابي الشقة من حق الزوجة وده مسل شعبي معروف الشقة من حق الزوجة؟ ده مسل شعبي? ده تهيه الحلوه دي أمال يعني قعدينتك اللي طول المهار وطول الليل قدام التلفزيون دي ما تافدتيش منها حاجة بابي شوف با انا بقولك اهو انا لا يمكن اسيب حقي وحقي بي النت انا بقولك اهو ده بالنسبة للشقة اما بقى بالنسبة للبزار ودخل البزار فكله هيبقى برده ليه والبنزي اعتقد ده حق مشروع ده حق محشور وبالعافية كمان يعني ايه؟ يعني ايه؟ ده شقة ولا بزار؟ انا ما قلتش كده يا ستي بس كل واحد برده لازم ياخد حق ارانيا اوكي اوكي انا موافقة انا كل اللي طلبان من انك انك بس تسيب لي لجام الامور اسيبلك لجام الامور على اساس انت بقى ايه؟ مسكة اللي جام وراجبة وانا حمار يعني يا بيبي ارجوك يا حبيبي انا مش حامل مشاكل مع مامتك واختك ثم ان انا بصراحة كده حايز اقامل مستقبل مامي اقامل مستقبلها؟ طب ما دخليها حقوق او تجارة على اساس ده يقامل مستقبلها مستقبل ايه يا رانيا اصبع على خير اصبع على خير ايه؟ وبعد ما تنام بعد ما نام بقى بكرة ولا بعده ان شاء الله هبقى افكر في الموضوع ده واقولك على القرار اللي انا اخدته وبعدين اللحظة بقى ان انت الوحيدة في الستات كلها اللي اتكلبت في الموضوع ده فهمي ده معناه ايه؟ اصبع على خير معناه انت من اهلو ويبي اتكلبت في الموضوع ده ام ام يا عم اقولوا تفضلوا تفضلوا ايه هعودوا ولا تفضلوا يمشوا تفضلوا كلوا همم تفضلوا كلوا ماشي غرامة معنايا حاضر اطلب لك ايه؟ لا يا عادل خلاص طالما انت اكلت كأني انا اللي جبعت الله على الحنية على الاساس ان انا لو جالي برض انت اللي تعتصي يعني طوله عمرك دمك خفيف يا مضروب ما اعرف ان دمك خفيف الخلاصي عايزة ايه؟ ابدا يا عادل قادل اول نتكلم بصراح هو يقوي فضل يتكلم بصراح فضل طوله عمرك ما بتخشش دماغي بشلن احمر اه بدأنا قلة قدب ممكن اقوم قلطشك على دماغك على طول لا انا بتكلم بجد يا عادل طوله عمي شايفة ان انت متدلع ومرفه ومستهتر مستهتر اه اولا وضعي طبيعي جدا ان انا اتدلع على ان انا الراجل او انا الولد اللي جيت في العيلة يعني وبعدين انا زاكي جدا عنك ويعني دم خفيف جدا عنك وكل الناس بيحبوني عنك طبعا يعني اوكي انا ما بنكرش انك كنت مدلل اكتر مني في الاسرة بس انا عايز اتكلم في حاجة تانية دلوقتي يا عادل انا فجأة حسيت انك بيت راجل راجل يا عادل يا سلام يعني انا اول مبارح كنت عيل والنهاردة بقيت راجل ده ايه اللي يامل بتعدي بسرعة دي قصدي يا عادل ان انا اتغيرت وجهة نظري فيك بعد حركة الوصية دي حسيت قدي ايه انت قلبك علينا وقدي ايه انت متحمل المسئولي يا راجل على الله يتمر بس ما عشان كده انا جيالك يا عادل عشان اقف جنبك بافكاري بافكاري ربنا يا اسطر ايه بقى الافكار اللي عند حضرتك ايه رايك يا عادل تبيع الشقة وتبيع البزار وتقسم الفلوس دي عينا كلنا طيب وانت يا سنة لو خدت نصيبك هتعملي بي ايه ام ابدا هادفع مؤدم في شقة من شقة نقابة المعلمين اصي الشقة دي بالقسم و هاشتين عربية صغنطات كده على قدي ام عربية صغنطاتك ايوة الواتحة مادة بزوكا اللي هو ساكة عناصة شارعنا عارفوا عنده حتة عربية يا عادل قد كده يا دوبك تشيرنا فارين لونها فوشيا متالك متجنطة والكاسد بأوكولايزر وتويتر ولا البي اسمه ايه بتاعه اللي ورا ده سبويلر السبولير اللي ورا بيبرق فضيع الكاسد بتويتر وأوكولايزر ممكن؟ اه 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 الكاسد ده بيبقى جوه العربية شفتيه ازاي يا سناء ما هو اصلا ما فيش حمالة بزوكا لما كنت متأخرة على المدرسة فكنت عايزة الحلم وسلسل وكانت الدنيا حر وما فيش الموصلات زحمة فهو اللي في العربية وانت راح للمدرسة الصبح ده على اساس ان انت بتدريس في معت سري ما يعني؟ لا ما هو اصلا الولد ده اللي كنت قبل كده في المدرسة اللي كانت جنبي كنت مع عباد يعني هو واصحابه ما تغيرش الموضوع ما تغيرش الموضوع خلينا الموضوع الوصية عموما موضوع بزوكا ده مش هعديها سناء الوصية بقى يا ستي انا حر فيها واعمل فيها اللي انا عايز وانت عايزة منها ايه يا سناء؟ عايزك تبيع الشقة وتبيع البزار حلو قوي يعني لو بعت الشقة وبيعت البزار حضرتك ما فكرتيش هنعيش ازاي؟ انا عن نفسي هعيش من منتبي واشتري شقة واشتري عربية ما يخصنيش تعيش وانتم منين؟ سناء غوري من وش يا سناء؟ يعني ربط معلوات بزوكا؟ ربطي مع بزوكا جامد عشان يفرقع في وشك وأنا اللي هفرقعك يا سناء؟ ماشي يا عادل سلاموا عليكم مع السلامة خرب بيت الوصية على اللي فكر انه هو هيعمل الوصية انا الغلطان انا الغلطان نجلاء هاتي لقاتو من تحت السرير اطلع البلاك فورست ولا الإكلير؟ اللي ده اللي اتنين يا حبيبتي ايه ده؟ ما شاء الله انتو فاتحين مصنع تحت السرير ولا ايه؟ انت عارف يا عادل اني مليش فيه وانا كمان طيب مدان ملكوش فيه انتو الاتنين جايبين وليه يعني؟ يا عادل انا قصدي على الميراس ماما تقصد الوصية اه نوصية اه لا اتكلم اتكلم انا عارفة يا عادل اني انا مش من حق ان اتكلم في الموضوع ده وانا كمان انتو الاتنين مش من حقكو عايزين تتكلموا ايه؟ يعني قصدوكو ايه؟ يا حزدينا يعني ان احنا عارفين انك انت راجل محترم ومقدم وحسيس ومش ممكن هتسب انتشحطط من بعدك يا عادل وانا كمان بس احنا عاكي انا واضح اني لو سبتلك مال الدنيا مش هيكفيك يا عادل انا مش بتكلم عن حق عن حقنا انا بس انا 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 بعت اصطفق علشان انت جوز بنتي وانا عارفة انك راجل حنين ومن فضلك من فضلك ولازم لازم انك تحطينا في الحزبانات بتاعتك في الميراس حزبانات ومراسة بتكلمي علي ايه بس يا حماتي عادل حادل يرضيك ان انا محرف وانا كمان بص يا حماتي الحكاية دي متهالة فتأة وانها بس طبعا ما يرضنيش يعني يبقى خلاص لازم تكتب زي زيهم بالزبط في البازار وفي البيت تكتبلك كل حاجة زيك زيهم بالزبط يبتبلك يا مجيدة يا سوسة يا تعبانة ايه 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 اكليدة تقول شوكولاتة انت فكرة عاي صغير يا صناء انت ايه اللي جابني دا يا عادل بقولك ايه الستي دي وبنتها ما نقومش قشاية في الشقة والبازار يا عادل انت مالك انت تدخلي في الملكيش تيه خارز انت عادل هيكتب زي زيكم بالزبط يه ايه يكتب بقول عادل لا هيكتب ولا هيمسح يا مجيدة يا عرّة ماما 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 في ايه في ايه في ايه كعالي الفراجي بقى على مجيدة العرّة دي قال ايه عايز اخوي عايز اتحك عليه وتخليه يكتب لها في البازار والشقة زي ما بيكتب لنا يا ماما عايزين تورسوا ابني بالحية يا الماما يا دون يا شحتين يا جعنين يا سلام يا ماما ما انت مبرح يعني حضرتك وتعايزة تورسيني بالحية برضو انا امك ومن حق اعمل اللي انا عايزاه هو فيه ايه بالزبط يا رانيا يا رانيا يا رانيا الحقيني حماتك وبنتها عايزيني يخرجوني من المولد من غير ربع كيلو حمص انتش ملكيش اي حاجة في الحمص وانتش قولتيها ايوه ملكيش اي حق لا هتقعد في نصيبي نصيبي في الشقة وفي البازار ما ان شقة من حق الزوجة اه ايه ده عادل خد موقف انا من رأيي نقفل على الموضوع ده دلوقت نقفل ده احنا لسه حنفتح بقولك ايه عادل الشقة دي ماما هي اللي جايبها لك ايوه انا بيعتي شبكتي عشان اجوزك والله انا ما يهمنيش التفاصيل دي يا مامي انا كل اللي يهمني ان كلهم كده ضيوفة عندي ايه سامعي يا عادل اكتب الوصية باسمي لا باسمي انا قلتلك بيه عشان نخلص من الاشكال دي عادل عادل ابوس الجدم وابده ندماتي على فعلاتي تحطني في وصياتي وانا كمان اسمها وانا كماناتي بقى عشان تبقى ماشية مع اماماتي انت لسه عايشة انا امك اديني كلمة الوعد وانا زوجتك ومستني الرب وانا اختك ومستني العقد يا جماعة كفاية بقى حرمة عليكم بجد بصوا اخواننا كل واحدة فيك وتتكرق على الله تروحوا ضدتها انا مش هعمل اي مراس ولا هعمل اي وصية ولا اي حاجة اما موت بقى يبقى المراس الشرعي والمراس الشرعي بيقول للذكر مثل حظ الانسيين وبما ان ولا واحدة فيك وتعتبر ذكر يبقى ملكوش اي حاجة ساموا عليك دولة انا كنت طالب منك طلب في الوسيقى يا دي الوسيقى اعايز ايه يا سيدي اعايزك تكتب لي التماثيل باسم ايش معنى التماثيل يعني؟ علشان ابيعهم يا دولة بقى واعمل عملية اللي في عناية دي انا علشان اشوف من غير الندار ياد انت مفيش في دماغك غير موضوع العملية اللي علمك انا ممكن انا بايدي اعملك العملية من غير دكتور ومن غير اي حاجة يعني مش هتحس باي حاجة ومن غير فلوس كمان معقول يا دولة؟ امال ايه؟ عارف شانطة الاسعافات اللي عندنا؟ اه وروحات هادو انا عمل لك العملية هوا يا دولة هوا خرب بيتك مش فهم ان انا مش دكتور يخلى اي حد يلعب له في وشه كده هيا دولة هيا دولة هيا دولة شانطة ايه هات جاد عيالة وقعد بقى هاش يا دولة يقلع المتارة هيا دولة نسير ب Brzo نسير برد مازند نسير برد مازند نسير بروحي مازد there بص القطنة دي حطها كده هوا والقطنة دي حطها جده نسير بايديك أهو نسير بايديك جامع بالوقت انخش posez على مرحلة الشاش الطب بي ربنا يخليك يا دولة لي ya رب uma تم تتعلمت اللحاجات دي فين يعمل يابن انا فاهم كل حاجات يا Bronze سنة سنة هلاء سنة هلاء ايه دي اوه هطلت لك برضو قيشة كارتون كده هو عشان عاملك ايه كأنك سلك اريان مثلا انا كده خلاص يعني؟ اه خلاص طب هنشولي للشاشة قيمت يا دكتور دي الوقت انا انا هو قول لي بقى شايف ايه؟ سواد يا دولة ايه مش شايف حاجة؟ مش شايف اي حاجة يا دولة بجد يا لها رمزي خالص طب دول كم؟ مش شايف يا دولة محضرهاش دول؟ دول كم؟ مش شايف دول برضو يا دولة خلبيتك طب دي ايه؟ دي ودني خضتني يا لها يا خلبيتك فيلم اسمه يلنيات عربيات كوشري ده اكيد منوش كمال الفيلم ده كوشري ايه بسه؟ زفت زفت اتفضل اتفضل اللي بعده مقدمت فيلم عن شاب نايم طبعا لازم يكون نايم وبعدين اكيد بيفضل نايم كويس وفينا القصة؟ هي دي القصة سيادة اكيد بقى الجمهور اللي هيخش تتفرج على قصة بتاعته ده هياخد بعبطة طيب تفكرين ايه وتفضل اللي بعده انا عايز اخد فرصتي خد يا حبيب فيلم عن نفيش مفيش ايه؟ مفيش شغل مفيش جواز مفيش عربية مفيش فيلم هنصور الشوارع والحيطان والبيوت والترع ده على كده فيلم الكشري كنارح هو فيني الفيلم يا ابني؟ هو ده الفيلم سيادة زفت 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 امونا عايزين نجيب قصص من اين يعني؟ قصص منوكم انتم انا مش فاهم يعني حضرتك ما بيعملوش مجهود ليه؟ الناس لو دورت بجد لو دورتوا بجد في وسط الناس هتلاقوا قصص كتير جدا يلا يلا تكرع الله تكرع الله حضرتك المهنة لمت خالص خلاص بالزبط كده يا استاذ بالزبط يعني عارف لو حضرتك كل واحد بس يدور جوا بيته هيطلع عمية قصة على قلب واضح ان حضرتك بتفهم قوي في السينما حضرتك انا كنت زمان وانا صغير بتفرج على افلام كتير جدا وبعدين بعد كده طلبوني يعني ان انا اكتب حاجات في السينما ما وفقتش وقتها لكن واضح ان انا هتدخل عشان انقذ الوسط السينمائي افهم كده ان عندك قصة ليه؟ راجل عايش مع ست ستات عايش مع ست ستات؟ هايل جبتها ازاي الفكرة دي؟ حضرتك انا ما جبتهايش انا نفسي عايش مع ست ستات ايه ده؟ وكمان قصة واقعية بص يا استاذ انا هشتري منك الفكرة دي ويديك عربون فوراً بس انا عايز الفيلم بتاعي يكون فيلم جديد عايز فيه اكشن اكشن حضرتك انا دايماً بتخاني معاهم فده اكشن يعني حلو قوي عايز كمان فيه رومانسي الرومانسي بعد ما اتخاني معاهم بصالحهم على طول ياريت ياريت يبقى فيه شوية رعب 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 برغم ان هم بيسمعوا كلامي وبيحترموني لانهم بيبقوا مرعوبين مني مرعوبين ويا حبازة لو فيه شوية التاريخ تاريخي حضرتك الجزء التاريخي ممكن نصوره في البازار ما عنديش مشاكل خالص كويس جداً ايه رأي بقى في شوية استعراض على خفيف كده لا استعراض معلش انا مش بتاعي استعراض لان انا مش عنديش استعداد خالص ان انا اقدم اي تنازلات في بداية طريق خلاص خلاص مش مهم اهم حاجة عندي الكوميدي حضرتك الكوميدي خلاص رترت اي حد بيعمل كوميدي لكن حضرتك انا بعمل موضوع جد يسير المللي خلي المتفرج جواب يتفرج يجبس على النوم على طول هاي يلي هاي اهانا دلوقتي بس اتطمنت على فكرة انا همضي معاك لعقد الفقر بس انا لسه مارستش اسمك ايه حضرتك كان اسمي عادل سعيد وانا عادل حزين انت كمان عندك فكرة ليه ايوا راجل وسبع ستات طب لو هديك نفس الاجر الست عندك تقف بكام ايه ده حضرتك هي شروة يعني الست تقف كام ايه يعني حضرتك انا جاي قابله وبعدين غير كده يعني انا ممكن الست ستات اللي عندي اخليهم سبعة اتجوز واحدة تانية ممكن اخليهم تمانية اجيب اي واحدة قريبتي تقعد يعني بس ده للاجزاء اللي جاية يعني خلاص اتنا مش هنختلف بس انا عايز اقول ان الفكرتين قريبين قوي من بعض قلولي يشوروا علي اعمل ايه الفيصل في الورق ورق ايه حضرتك ده اسمه حزين يعني هيكتب كوميدي ازاي وبعدين ورا ايه يا عم واحنا بنبيع ترمس خلاص تبقى خايف من المنافسة لا مش خايف لعلمك بقى هتشوف علشان نفض الاشتباك اللي بينكو ده كل واحد يكتب الملخص بتاع فكرته ويقدمه لي حياتنا خلاص يا جماعة هتتسجل على شريط سينما اخيرا بابي اللي انت بتقوله ده الشيء اللي يصدقه العقل هو المنتج ده ملقاش غيرك انت انت عشان يعني قصة حياتك فيلم يا سنة ما تحترمي نفسك بقى اخيرا يا جماعة يا جماعة المعاناة للواحد طول عمره عايش فيها الحمد لله هتتسجل بقى والناس كلها يشوفوها اخيرا الواحد حسن الاحتلال اللي موجود عنده ده جيب فايدة ايوة يا عدل بس انا برضو مش فاهمة نانا ايه اللي خليت شدي بيك ابني انسان عظيم ودي اقل حاجة تتعامل له يالسلامة اه عظيم بقى مرت جايزة نوفي اللي واخدها بلا خيبة ده اعضار تبعصين عشان ياخد دبلوم ايه يا سنة ايه يا سنة ما تحترمي نفسك بقى يا جماعة ماينفعش الجو الوحش ده احنا لازم نعمل على تدعيم اواصل المحبة بيننا عشان نخلق جو كويس للتحولات المستقبلية القادمة بابا هو المنتج ده ممكن يخلينا مثل في الفيلم طبعا يا حبيبتي خليك اتمثله اما ليه اولا انا يبقى لي كلمة مسموعة يعني انا طبعا اللي كاتب الفيلم اساسا فاقول له دي تمثل تمثل دي متمثلش متمثلش عادل انا من رأيي تشيل الموضوع ده من دماغك احسن لك اشتري نفسك يا ابني عادل انا من رأيي ان انت متشيلش الموضوع ده من دماغك يا بيبي انت لازم تحارب بكل اسرار وشجاعة عشان تقدر تلاقي مكان تحت الشمس شمس ايه في الحر دي اي كلام مخلاص يا جماعة سيبوني انا عايز بس اركز كويس اوي عشان اشوف هكتب ايه في الفيلم بقى بس انا ماليش في الكلام ده انا ما بفهمش في الكورة يا ماما مش لازم تكوني بتفهمي في الكورة عشان تنزلي معانا الملعب المهم ان انت تبقي موجودة معانا في الملعب عشان اي كورة الواحد يشطها ما تجيش في العرضها دولة دولة انت بتكتب اي يا دولة بتعمل ايه اه بعمل الخطوط الرئيسية خطوط انت هتبيع موبايلات اي دولة موبايلات ايه انت اي هصة جاي فيها موبايلات ايه دي الخطوط الرئيسية للقصة بتاعت الفيلم اللي انا بكتبه ان شاء الله اللي هيتعرض ويكسر الدنيا يعني بشوف مين الشخصيات اللي هتعامل معاها وكده وانا طبعا ان شاء الله مكتوب مكتوب اي يا ابني او احنا طلعين رحلة الراس البرا اكتب اسمك ليه ليه يا دولة وانت يعني خلاص عشان ان شاء الله هتشتهرت ومتبعن انا يا ابني انا لو اطولة بيعك من زمان كنت بيعتك محدش راضي ياخدك ببلاش يالا ليه يا دولة ده انا ابن عمك يا دولة تبعني خلاص يا رمز خلاص مش عايز دوشة دلوقتي هبقى اكتب لك مثلا مشهد ولا مشهدين ولا حاجة في الفيلم يالا تكره الله لا لو سمحت يا دولة خلينا انا اللي اكتب بنفسك مش انت اتفضل اكتب بنفسك عايز تكتب ايه يعني ايه حكايتك يعني ماشي اتفضل هدولة اكتب كده رمز البردعي ده اسم الفن البردعي ده نسبة للبردعه اللي هتتحط على ظهرك ان شاء الله هتكتب بقى وانت ساكت ولا هتنرفزني لا انا اسف انا اسف اتفضل حضرتك اتفضل عبر عن نفسك ماشي رمزي انسان كويس وابن حلال جدا مشاطر رمزي حمار وما بيقومش بكدا ورمزي رياضي ومشنوق القوام مشنوق لا 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 انا ما حبيش اتكلم في السياسة طيب عمرك يا ماما كنت بتحب المشاكل ابدا ده انا كنت بقول يا حيطة دريني يا حيطة داريني تماما هسألك سؤال كأنني مش ابنك يعني وكأنك أنت مش ماما خالص يعني حبيتي حد قبل بابا؟ أنت تعلم جيدا يا عادل أنت كنت الحب الأول ليا أيام الجامعة أي أنك كنت حبيبي دائما يعني أيام الجامعة ما كانش ليك صحاب الحقيقة أني كان فيه معظم من الأصدقاء يمتزون بأنهم من العنصر النسائي في بعض الأحيان وهي ليست كثيرة بل قليلة كان بيحدث حوار قوي جدا ومؤثر وخاص مع بعض الأشخاص الرجاليين المميزين جدا بس كانوا كتير يعني كتير ولا؟ ماشي رانيا جاوبين بصراحة عمرك زوغت من المحاضرات؟ أنت تهبلت في نفوحك ولا إيه؟ ما تحفظ على كلامك أنا مثال التربية والتعليم والأخلاق أنا أزوغ من المحاضرة بعيدا عن المبالغة بتاعتك وركزي معايا اختاري ما بين الأقواص هل شخصيتك شخصية مستقلة؟ أم مستغلة؟ أم مدزرلة؟ أنت متربي معايا وحوية وعارفني كويس ولا أنت واحد صاحبنا يعني أنت عارف أن أنا طول عمري مستقلة وعمري ما كنت دلدولة لحد يا عادل طيب هل أنت أنانية؟ أنا طول عمري معتاقة يا أبي واللي في إيدي مش ليه هم مش ليه طيب أحسيت بأي نوع من القلق يعني وخصوصا أن كنت تعرفت بشباب كتير ومن غير ما تتخذ بمسلا لحاجة يعني من الآخر خايفة عن نسي؟ بص يا أبي كل شيء اسمه ونصيب بس أنا مش سكتة ومسيري مسيري هوقع واحد قريب قريب طيب إيه رأيك في كتاب قبل نظيرة؟ طول عمري بعمل لكم الأكل من غير كتب زي ما أهلنا علمونا طيب ماما معروف عنك ولعك الشديد يعني بالشياكة هل أنت من الناس اللي بيتابعوا الخطوط الحديثة للأناقة؟ أنت طبعا عارف أن أنا سيت تري شيك وبهتم جدا بنفسي وبلبسي وبالشيكتي علشان كده أنا على طول بلبس أحدث موضة طيب هل فكرت أنك أنت مثلا تسبغي شعرك أو تحلقي زيرو؟ زيرو؟ أنا أحلق زيرو يا عادت إزاي يا حبيبي؟ لأن أهم حاجة في حياتي هي شعري أنا صحيح مرة حاولت أن أنا أسبغه أحمر لكن للأساب تلع أورانج لكن رجعته بقالها لللون بتاعه الطبيعة طيب هل عندك مشكلة في الوقت؟ أنا على طول بالنهاربة بمزنوقة وخصوصا يوم السبت طيب إيه رأيك في عمليات التجميل؟ لا يا عادل لأ لأ دا 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 بيلجأوا لي في محاولة أخيرة لإصلاح ما أفسادته غارات الزمن على الوجوه التعيسة المضناء زي مضناء كجفاهو كده نفسك تخليفي تاني؟ معقولة يا ابني عايزنا أخلف بعد العمر دا كله؟ أنت عايزت أخش الجيش ولا إيه؟ آه صح أنت لو خلفتي أنا أخش الجيش عشان الله آآ آآ طيب ماشي يا مام ما علينا بتحبي إيه من صفات الناس؟ الكرم يعني لما أطلب منك حاجة تعملها لي تقوم تعملها لي لما أطلب منك فلوس تدهالي تقوم تدهاني سحبت السؤال اللي فات قوليلي يا ماما إمتى بتحس بالخوف؟ لما.. لما شوف فيلم رعب لما بتشوفي فيلم رعب؟ حلو، إمتى بتبقي عايزة تتحكي لو أنت أصلا بتعرفي تتحكي؟ طبعا يعني بدحك لما عيد ميلاد ياسمين بيكون مؤهل للإقتراب الموزن العادي يعني طيب مركز معا في السؤال ده إيه لونك المفضل؟ الأسود هل أنت تشاؤمية؟ جمي جمي إن أنا أتشاقم في حياتي أنا عملي ما تشاقمت في حياتي حتى لما بستبح بوش أمك وأختك برضو ما بتشاقمش إيه أكتر موقف أثر فيك؟ موقف؟ موقف عبود؟ بابا هو أنت مش هسألني؟ لا يا حبيبتي إحنا بنكتب تاريخ للشخصيات وأقل من عشرين سنة مالوش تاريخ فمش هينفع أسألك أنا لكن خليك للفيلم اللي جاي احتمال عمله عن الأطفال تكون أنت كبرتي بقى فهلغي برضو ودلوقتي بقى بعد ما كل واحد فيكو أرى ورق تاني إيه رأيكم؟ والله أنا وجد نظري إن ورق الأستاذ حزين ده مش منطقي يعني لأنها قصة متألفة فعشان كده تلاقيها الأحداث بتاعتها مش متربطة وكلها مهلهلة وهو يعني كل الأفلام اللي قصتها مش حقيقية مش مقنعة رأي غلط رأي غلط في إيه؟ يعني إنت إيه اللي بزعالك قوي كده؟ أولاً واضح إن إنت من ورقك كده مستناريست إنك إنت مثلاً كنت بتصرح بعربي جوافة ولا حاجة؟ جوافة؟ ده بيشتمني يا أستاذ خالد يا دي مش شتيمة ده اسمه نقد بس إنت هتعرفه منين النقد ده إذا كنت إنت أساساً مش عاقب تكتب هتعرف تنقد يا سلام؟ ويعني إنت اللي بتعرف تكتب؟ والله الورق اللي أنا كاتبه خير دليل على إن بعرف هكتب الورق؟ الورق بتاعك كله ثغرات يا أستاذ ثغرات؟ ثغرات إزاي يا أستاذ حزين؟ فهمنا؟ في هنا مواقف غير منطقية ولازم تتعدل تتعدل إيه؟ وأنت أي كلام بتقوله خلاص؟ يعني مثلاً ياسمين بدل ما هي بتدرس في المرحلة الابتدائية تكون بتسرح مثلاً بمناديل في الإشارات؟ خد عندك يا سيدي انت كاتب هنا إن سناء خرجت من البيت الساعة تمانية وصلت المدرسة الساعة تمانية وعشرة إزاي يا أستاذ؟ إيه إيه إزاي يعني إزاي نزلت من البيت ولا إزاي وصلت المدرسة يعني؟ إزاي تاخد من بيتها لحد المدرسة عشر دقايق بس مع إن الكاتب هنا إنها استعملت المواصلات وأكيد كانت ركبة عربية وأكيد ملاكي ودي أول ثغرة ثغرة إيه؟ ثغرة إيه؟ وأنت أي كلام بتقوله خلاص؟ يعني ناقص كمان تقولي ماركة العربية ورقامها يعني؟ نا رد عليه بالمنطق بقى يا أستاذ عادل منطقي حضرتك دا بيه هرج دا كاتب شوية أخطاء متخيلة في دماغه يعني في فرشامة وكل شوية يقولك في ثغرة طب أتعداك لو طلعت أي ثغرة تانية وادي تاني ثغرة إنت كاتب هنا بتقول إن الست راني أميرات البطل عمرها معرفة حد غير جوزها وإنه أول راجل في حياتها مع إنها هنا بيهتقول إن الراجل لازم يكون شيك ويتكلم كلام رومانسي وإن دا لو ما حصلش الست هتحس بالندم آآه أقصدك إيه؟ لا دا كنا فارغ أنا ما أسمع لك شووا أستاذ عادل إيه دا إحنا بنتناقش؟ كعع تحذب صغرة يا استاذ انت كاتب هنا بتقول إن النجلة قطعت علاقتها بزملها في الجمعة مع إنها خرجت وقعدت تتكلم في الموبايل يجي ساعب حلها على السلم برا دي 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 مثغرة ولا حاجة دي حرية شخصية اي حد من حقه ان هو يقعد يتكلم ساعة على السلم لوحديها ودي مثغرة ولا حاجة مش قلتلك يا أستاذ خالد الفيلم كله ثغرات الثغرات كترة قوي يا أستاذ عادل تعليقك ايه؟ انا تعليق ان هو بيهيس يعني وبيدور على اي اخطاء وخلاص بالبرشامة لفاكر نفسه في امتحان ده حضرتك انا اعتقد ان الموضوع بتاعي والفيلم بتاعي لو بس فيه الثلاث ثغرات اللي هو بيقول عليهم فاعتقد ان ده هيبقى انجح فيلم مرة بالسينما العالمية انجح فيلم؟ طب خد الثغرة الرابعة دي كمان يا ليسكت بقى اخرز بقى انت كاتب ان الستة انعام ام البطل بتحب ابنها وبتحب مرات ابنها وانها عمرها ما حسد بالغيرة منها مع انها من يوم ما تجوز البطل ما دلعتوش ولا قلت له يا دلدلتي انا اصلا يعني ما بحبش كلمة دلدلتي دي وبعدين يعني هي بتدلعني عادي جدا بس عشان البطل اللي هو يعني انا ما بحبش شلتها بقى شلتها عشان ده يعتبر امن قومي استاذ عادل صراحة انا كده بدأت اقلق كده كتير قوي يا استاذ عادل بصراحة يعني يا استاذ خالد انا مش عارف صراحة الحاجات دي فاتت مني ازاي بالزمة فيه كاتب يقول كده بص يا استاذ عادل اذا كانوا قدروا يضحكوا عليك عندك في البيت فانا ما قدرش ابدا اضحك على جمهوري احنا اتفقنا نعمل قصة واقعية علشان نعمل سينما نضيفة للأسف ده كله هيتأثر بسبب مؤلف الفيلم اللي اتضح انه مخدوع في حياته حضرتك يعني انا ما زالت مصر على موقفي ان القصة دي قصة هيلة حتى لو فيها شوية صغارات فعادي يعني بس هي في النهاية قصة وقصة جمدة جدا عندك دليل على كده؟ عندي دليل بس انا بحب ابعد الجنود المجهولين اللي ورا قصة عن الاضواء حجة ضعيفة استاذ حزين عنده حق طيب تحب يا استاذ خالد بنفسك تتأكد من ابطال القصة الحقيقية انا ممكن اوديك بس انا خاف عليك صراحة احب قوي كده هاضطر اوديك بس انت بقى الجاني على نفسك لانك انت هتدخل بنفسك عش الدبابير موسيقى هاي استاذ عادل حقيقي هاي للجو اللي انت عاملها ربنا يخليك عجبك يعني الصراعات اللي تخنق اللي موجودة في العيلة دي؟ عجبتني جدا مش ده برضو اللي بيسموه البلاك كوميدي اللي هو الكوميديا السودا هو فيه كوميديا سودا وكوميديا جنجا؟ طبعا يا ماما الكوميديا انواع كتير جدا في كوميديا سودا في كوميديا بيضا في كوميديا مخططة كوميديا مربع وكروهات يعني اخيرا يا فندم ملجأ الاحداث اللي احنا عايشين في ده طلع منه فايدة والعلمك عشان تبقي فاهمة المكان ده زي ما اخوكي اللي حق فيه انا كمان اللي يحق فيه وده لا يدعو لأي مجال للشك والهواجس الدفينة هواجس ده فينا ايه بس؟ رانيا واي كلام انت بيتقوليه وخلاص ولا ايه؟ يا جماعة يا جماعة بلاش الصراعات الداخلية ده وخلينا نركز مع الاستاذ يا استاذ خالد ده يعني حضرتك شايف ان الموضوع اللي انا كتبته ده عن قصة حياتنا كلنا يعني ينفع يبقى في السينما مثلا؟ لا 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 ليه حضرتك ترجعت في كلامك ولا ايه؟ لا 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 مش قصدي انا قصدي اني مش هعمله فيلم انا هعمله مسلسل 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 ست قم بتدور احداثه بين راجل وست ستات واسمه كمان راجل وست ستات يعني ايه نص كم دي؟ نص كم اكيد مسلسل صيفي مسلا ولا حاجة يعني ايه صحية ست كم ده؟ مسلسل ست كم ده؟ هتدور احداثه بين راجل البطل بتاعه هيبقى اسمه عادل هيعيش معه اسرته واسرة مراته في نفس الشقة تخيل الشغل اللي ممكن يطلع من القصة دي اه ممكن يبقى شغل جامد جدا طبعا بس حضرتك يعني مش شايف ان اسمه راجل وست ستات ده غريب شوية؟ طب وعمو رامزي اه نسيت بقى اقولكو عادل هيكون عنده بازار ابن عمو رامزي هيكون بيشتغل معاه في البازار ده يا غريبة قوي يعني ان يبقى يا رامزي يشغال معايا يعني لا بالعكس خالص فكرة دي فكرة جريئة واقعية وهتشوف الناس هتحبها اديه يا رب الناس تحبها يا رب كتير قوي من حياتكم رانيا مثلا هل كانت بتحبك قبل الجواز ولا لا؟ ودلوقتي هل ما زالت بتحبك ولا فيه بينك ومشاكل؟ امك هل كان عندها رغبة في الارتباط بحد تاني بعد الانفصال عن ابوك ولا لا؟ ايه الكلام اللي حاجك بتقوله ده يعني استاذ خالي استنى وحمايتها هل شفتها وهي بتعاكس في الشارع قدامك قبل كده ولا لا؟ ولو ده حصل هيكون ايه رد فعلك؟ هتدفع عنها ولا هتخاف انك تنضربها؟ استاذ خالد ما عرفش بس ده يعني كده كتير يعني مش معقولة يعني واختك هل هي فعلا بتحبك ولا زي ما انت كاتب عنها هنا في السيناريو؟ اه 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 وابنتك انا ملاحظ انها ممكن تبقى بطلة في العمل رغم انك مهام مش دورها قوي هنا وبعدين قبل ما ينزل المسلسل هنزل صوركو كلكو في المجلات وجرائدو على افيشات في الشوارع علشان الناس تعرف ان دي قصة حقيقية راجل وست ستات ايه ده يا اساس؟ معقولة يعني؟ حضرتك تاخد اسرارنا واسرار علتي كلها وكمان تنشر صورنا للناس عشان تأكد للناس ان احنا يعني تفضحنا يا راجل ما تدصش للحاجات دي ما تتنزلش عن الشهرة وعن المجد عشان الحاجات الصغيرة دي لا معلش يا اساس يغور الشهرة والمجد وكل حاجة اقصاد ان انا ما افضحش عيلتي بعدين معاك بقى يا اساس عادل خلاص هزودك عم الف جنيه انا مش باتكلم كده عشان ازيد بعد قصة دي خالص الفين جنيه لا يا اساس لا معلش مش هقدر اتفضل حضرتك تلات تلاف جنيه لا يا اساس اتفضل من غير مقتولة حضرتك اتفضل اربع تلاف جنيه مش موافق خمس تلاف جنيه مش موافق يا اساس عشر تلاف جنيه موافقين ايه 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 شوية فيلوس هتخليكم تغيروا ايه أيه منهتكو حرام عليكم ده احنا ما صدقنا ان احنا عملنا عيلى هنيجئ بالبقى اتبوز العيلة بشوية فلوس انا كنت غلط ولا كنت صح يعني كنت كنت صح يا عادي خلاص دلوقتي هدي كل واحدة فيكو الحتة اللي خاصة بيها وهي تصرف فيها تقطعها تولعها انتو هرين اتفقنا؟ اتفقنا